مرحبا بكم في مراكز برايتن وهوف العائلية، وعلما أن هذا يسمى باللغة الإنجليزية برايتن أنهوف فاميلي هوبس. الغرض من مراكز العائلات هو تقديم الدعم لأسرتك. تتاح خدماتنا لجميع الأسر في برايتن وهوف التي لديها أطفال تتراوح عمارهم بين 0 إلى 19 عاماً أو إلى 25 عاماً من زوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو الإعاقات. هناك أربع مراكز عائلية رئيسية في برايتن وهوف، وتقدم خدماتنا أيضاً من مواقع أخرى متعددة في جميع أنحاء المدينة. يمكن لعائلتك الحصول على المعلومات والمشورة والإرشاد في مواضيع مثل رعاية الأطفال والتعليم المجاني للأطفال الذين تتراوح عمارهم بين 0 إلى 5 أعوام. الخدمات التي يمكن أن تدعم الأسر في الأمور المالية الخدمات المحلية للأمهات والآباء والأطفال والشباب يمكنك الانضمام إلى مجموعات وورش عمل مثل التطوير اللغوي للأطفال دعم الأطفال زوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو الإعاقات تربية الأطفال وعلاقة الأم والأب بالطفل الصحة الجسدية والعقلية والنفسية ويوجد أيضاً مجموعات للأمهات والآباء المتحدثين باللغة العربية يمكن تقديم الدعم الفردي المكسف للأسر التي لديها احتياجات أكثر تعقيداً نحن ننظر إلى احتياجات جميع أفراد الأسرة ونعمل عن كسب مع كل فرد للمساعدة في إجراء تغييرات إيجابية يمكن تقديم هذا الدعم لبضعة أسابيع أو لفترة تصل إلى عام واحد يوجد مقر للقابلات والزائرات الصحيات وممرضات المدارس في مراكز العائلة وهؤلاء يقدم مجموعة من الخدمات منها رعاية النساء الحوامل ورعاية الأطفال حتى عمر 19 عاماً ويمكنك أيضاً الحصول على الدعم للإقلاع عن التدخين والمساعدة في الرعضاء الطبيعية وتغزية الرضاع نحن نقدم رعاية الأطفال والتعليم المجاني للأطفال الذين تتراوح عمارهم بين الصفر إلى خمسة أعوام في دور الحضانة التابعة بمركز العائلة ولدينا أيضاً مركز جين سوندرز للأطفال زوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المعقدة أو الإعاقات نحن نقدم الأنشطة والطعام بالمجان خلال العطل المدرسية الصيفية والشتوية وعطلت عيد الفصح هذا البرنامج مخصص فقط للأطفال الذين في سن الالتحاق بالمدارس والمؤهلين للحصول على الوجبات المدرسية المجانية المرتبطة بالإعانات نحن نعمل مع خدمات الشباب لتقديم الدعم والأنشطة للشباب الذين تتراوح عمارهم بين 13 و19 عاماً أو إلى 25 عاماً من زوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو الإعاقات كما نقدم أيضاً فرص للشباب لإبداء آرائهم في الطريقة التي تدار بها الخدمات يمكننا مساعدتك على الاستعداد للعمل من خلال تقديم الدعم والتدريب والتطوع وعلماً يمكنك الحصول على رعاية الأطفال كما نقدم أيضاً المشورة المهنية والمشورة حول الإعانات وكتابة السيرة الزاتية والتحضير للمقابلات الوظيفية هل ترغب في تقديم وقتك وخبرتك؟ أو بناء سقتك ومهاراتك من خلال المساعدة في تقديم الخدمات للعائلات في المدينة؟ تقدم المراكز العائلية فرص للتطوع في مجموعة واسعة من الوظائف مع التدريب والدعم الكاملين يمكننا تقديم الدعم الفردي من خلال مترجم شفوي إذا كنت ترغب في التحدث إلينا وتحتاج إلى مترجم شفوي يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على وعليك إخبارنا بإسمك ورقم هاتفك واللغة التي تتحدث بها وسنعاود الاتصال بك مع مترجم شفوي ويمكنك أيضا أن تطلب من الحضانة أو المدرسة أو الزائرة الصحية أو من عامل خدمات الأقليات العرقية المعنية في المدرسة والمسمات بإيماس أن يقوم بإحالتك إلى المراكز العائلية للحصول على الدعم هذه هي عنوين مباني المراكز العائلية الرئيسية الأربع يمكنك أيضا الاتصال بنا هاتفيا أو عن طريق البريد الإلكتروني نحن نتطلع إلى السماع منكم